من القدس ينضم إلينا محرر الشؤون الإسرائيلية ندال كنعنا ندال أهلا بك دعنا بصورة أجواء هذه التظاهرات التي على ما يبدو كانت أكثر من تظاهرة كل تظاهرة حملت شعار بين إسقاط الحكومة، إعادة المحتجزين، انتخابات جديدة كيف هي الأجواء وأيضا الأصداء بانتظار رد كما ذكرت يدعوت أحرانوت اليوم من قطر بشأن موقف حماس من الهدنة نعم كارولين فعليا هناك العديد من التظاهرات في إسرائيل الآن تتم بلورة المعارضة الإسرائيلية للحكومة صحيح أن الشعارات متعددة لكن على الأغلب كل هذه التظاهرات تهدف إلى أمر واحد وهو إسقاط حكومة نتنياهو وربما الذهاب إلى انتخابات أو على الأقل انتخاب حكومة جديدة دون انتخابات تعيين رئيس وزراء جديد هؤلاء يرون بأن الحكومة الحالية فاشلة وغير قادرة على إتمام صفقة تبادل وإعادة المحتجزين من قطاع غزة وبالتالي الآن التظاهرات تستمر هناك في الفترة الأخيرة أيضا حملة دعائية ضد رئيس البزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تتهمه فيها بالتخصير وابتخاذ مصالحه الشخصية هدفا وليس الحرب كهدف أو إعادة المحتجزين كهدف أيضا نتنياهو يتخوف من داخل حكومته من المعارضة داخل الحكومة لأي اتفاق في الأيام الأخيرة وفقا لمصادر سياسية في إسرائيلية نتنياهو يحاول فحص الخطوط الحمراء لبن كفير وسموتريتش من أجل الحفاظ على ائتلافه الحكومي إسرائيل الآن بانتظار رد حركة حماس التقديرات في إسرائيل التقديرات السياسية بأن رد حماس سيكون نعم ولكن سيكون لدى حماس في ردها الموافقة المبدئية على المفاوضات لكنها ستسجل الكثير من التحفظات على عدد من النقاط وهي ما زالت تصر على وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وبالتالي المصادر الإسرائيلية نفسها تقول بأن بعد جواب حركة حماس لن يكون هناك صفقة ستكون هناك مفاوضات وهي تعتقد بأنها ستكون مفاوضات طويلة قد تمتد لأسابيع وأظهرت تشاؤمها إمكانية التوصل إلى اتفاقية مع حركة حماس الأكثر تفاؤلا في إسرائيل يتحدثون عن احتمال 50% لنجاح هذه المفاوضات مع الحركة أيضا أمر مهم بالأمس كان هناك اللقاء الذي أجراه وزير الأمن القومي إتمار بن كفير مع صحيفة الول ستريت جورنال هاجم فيها بشكل شديد الرئيس الأمريكي وأدى إلى أزمة مع الحكومة الأمريكية منذ صباح اليوم هناك مطالبات بلجم بن كفير من قبل رئيس الوزراء نتنياهو جانس ولبيد والجميع يقولون بأن بن كفير يضر بمسرحة إسرائيل بشكل جدي وعلى رئيس الوزراء أن يضع له حدا وأن يوقفه عن مثل هذه التصريحات وتمهموا بدعم حماس حتى وليست المرة الأولى ولكن ما هي الخطوات أو هل عمليا ستكون هناك أي قرارات داخل الحكومة تختلف عن التصريحات السابقة المشابهة لبن كفير لا على الأقل لن يكون هناك قرارات سياسية داخل الحكومة هناك جانب متعقل داخل الحكومة بني جانس وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي يعني صحيح أنه يدخل في سجالات مع الإدارة الأمريكية لكنه لا يستطيع الذهاب الآن على الأقل في مواجهة حادة مع الإدارة الأمريكية هو بعض الأحيان يترك المجال لمن حوله لمهاجمة الإدارة الأمريكية كما فعل بن كفير لكن مهاجمة الرئيس الأمريكي شخصيا في سنة انتخابات والقول أنه لو كان الرئيس الأمريكي هو ترامب لكان وضع إسرائيل أفضل في الوقت الذي تبدل فيه الإدارة الأمريكية كل ما في وسعها من أجل دعم إسرائيل هذا أمر غير مسبوك في إسرائيل وبالتالي نتنياهو ربما سيحاول إضعاف بن كفير قليلا أو إفهامه بأن ما يقوم به لا يتماشى مع مصلحة إسرائيل على الأقل شكرا جزيلا لك من القدس محرر شؤون إسرائيلية ندال كنعنا